هذا وقد أنهت وزارة الداخلية استعداداتها الكاملة لتأمين هذا الحدث الضخم الذي تصطديفه مدينة شرم الشيخ وذلك من خلال تطبيق الخطة الأمنية الموضوعة في هذا الإطار تعتمد هذه الخطة على استخدام التكنولوجيا الحديثة وعناصر شرطية ذات جهزية واحترافية كبيرة لإبراز الوجه الحضاري للدولة المصرية تتجه أنظار العالم إلى مصر بمناسبة استضافتها قمة التغير المناخية كوب 27 بحضور ما يقارب من 30 ألف مشارك يمثلون 192 دولة من بينهم قادة الدول ورؤساء حكومات وممثل منظمات دولية بما يؤكد ثقة المجتمع الدولية ولتأمين تلك الفاعلية بما يليق بمكانة مصر الدولية وما تتمتع به من أمن واستقرار وضعت وزارة الداخلية رؤية واستراتيجية أمنية شاملة تضمن التأمين الكاملا لمدينة السلام شرم الشيخ فمنذ اللحظة الأولى لهبوط الطائرات مطار شرم الشيخ الدولية تتجسد أمامنا مظاهر الأمن والطمأنينة لتتيقن أنك في مدينة السلام منظومة متطورة لتأمين المطار وللفحص والكشف الدقيق والتعرف على الأشخاص مع مراعاة إنهاء الإجراءات في زمن قياسي يتم تطبيقها بمعرفة رجال شرطة وعناصر للشرطة النسائية متميزة خطة أمنية ترتكز على أسس علمية وتعتمد على الاستعانة بالتقنيات الحديثة لتأمين مدينة شرم الشيخ من خلال التطوير المعماري والحضاري للارتكازات الأمنية المنتشرة بالمحاور الرئيسية للمدينة وتزويدها بالاحتياجات اللوجستية التي تضمن جاهزية القوات المتمركزة بها لأداء المهام الموكلة إليها بما يضمن إحكام السيطرة الأمنية ونشر الأكملة الثابتة وأقوال أمنية متحركة ووحدات للانتشار السريع وانتقاء أفضل العناصر الشرطية المدربة والمؤهلة وعناصر من الشرطة النسائية لتنفيذ المهام التأمينية مزودة بكافة التجهيزات التي تتيح لها الرصد الأمني وإنفاذ القانون وحماية الشخصيات الهمة والوفود المشاركة وكذا تأمين المناطق السياحية تكسيف الخدمات المرورية على كافة المحاور والطرق ونشر سيارات الإغاثة المرورية لمواجهة الأعطال وتحديد خطوط سير بديلة مع تطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة لتيسير ومراقبة الحركة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية متابعة دقيقة وشاملة لكافة أنحاء مدينة شرمشيخة بمنظومة متطورة يتم إدارتها من خلال غرف عمليات مجهزة تعمل من خلال تكنولوجيا الزكاء الاصطناعية ووضع سيناريوهات أمنية متعددة للتعامل مع مختلف الأحداث وبما يكفل سرعة تحرك القوات لتنفيذ المهام والتكلفات المختلفة الرؤية الأمنية الشاملة لتأمين قمة التغير المناخية يقوم على تنفيذها عناصر مضربة من كافة قطاعات وزارة الداخلية تتسم بالقوة والاحترافية الكبيرة في التعامل مع كافة المستجدات الأمنية عناصرها مزودة بآليات ومعدات متطورة وكافة الاحتياجات اللوجستية حيث انطلقت بهود القطاعات الأمنية وتكاملت نحو البدء في عمليات التأمين لترسيق الوجه الحضاري للبلاد وما تنعم به من أمن وأمان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر